اهلا بكم عزيزين وشاهدوا ومتابعوا قناة مهارات الزراعية . amonahphase انologist ده انا اذا ان شاء الله اناقضي لكم فيديو التاني في كورس الاسميدة والتسميد او التخرجية النباتية وهتكلم عن دور العناصر الكبرى في حياة النبات. لو احنا اعرف ندور اهمية كل عنصر من العناصر الاستمادية هنعرف ازاي نهتم بأي نبات سواء كان دعم مستوى التجاري في المزارع او على المستوى المنزلي في حديقة او بلكون المنزل هنطلع فاصل صعير ونبدأ مع بعض ان شاء الله انتظرون ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ما تنساش حكاية الاني بي كي في نهاية الفيديو ان شاء الله ان شاء الله كلامنا عن العنصر الاول وهو عنصر النيتروجين والنيتروجين هو يعتبر الاهم في العناصر الكبرى فهو المكون الاساسي لبروتوبلازم الخلية النباتية وهو المسؤولة عن تكوين البروتين لذا فيمكن القلب ان النيتروجين هو المسؤول عن تكوين الانسجة والنموات الجديدة يعني لو انا عايز زمو خاضري زي حالكم شايفين كده في اي نبات ههتم جدا بالتسمين النيتروجين مع ملاحظة ان زيادة التسمين النيتروجيني تؤدي لتأخير التزهير وعقد السماع يعني لو انا في حال التزهير في اي نبات اقول لا اخاف شوية النيتروجين وارفع او زود التسميد الفسفوري والبوتاسي عشان اخذ تزهير عالي واخذ عقد في السمار او اخذ السمار بالنسبة كويسة في يوجد السماع النيتروجين او عنص النيتروجين في السوق على هيئة 3 اسمدة او في سورة 3 اسمدة اليوريا 46.5% نتروجين او ازوت نطلات النشادر 33.5% ازوت او نتروجين سلفاتنا شادر 21.5% ازوت او نتروجين وهو ايضا احد المقونات الاسية السماع للن بي كي ان يعني نتروجين وبي يعني فسفور وكي يعني بوتاسيوم وتلوى موجود في سماع للن بي كي سواء كان عشرين 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 او تسعتاشر 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 انتاني عنصر من العناصر اللي هو عنصر الفسفور وهو عنصر اساسي في تغذية النبات حيث يدخل في تركيب الاحماد النبات وهي الدي ان اي والار ان اي وهو مسؤولين عن انشاء وتشفير ثم تخزين المعلومات الخاصة بكل خلية في اي كائن حي كمان يدخل الفسفور في تركيب الانزاميات اللازمة لتفاعلات الطاقة سواء التنفس او البناء الضوء كذلك عمليات الاكسادة والاختزال ايضا عنصر الفسفور بيدخل في تركيب مركبات نقل الطاقة الاتب لذا فهو اهم جدا اثناء مرحلة التزهير عشان كي هم بنيجي في مرحلة التزهير بنوصي بالاهتمام بالتسميد الفسفور لكي يعطي النبات دفعة قوية لعملية التزهير لانه بيرفع طاقة النبات وبالتالي بيدي له طاقة او قدرة على اعطاء تزهير بكمية جيدة عمليات عنصر وعنصر البوتاسيا مهم جدا للنبات لما يعلي نمرة واحد له دور كبير في تنظيم آلية فتح وغلق الصغور موجودة على سطح الاوراق وبالتالي تنظيم عملية النتح ويساعد بذلك على حماية النبات من الجفاف نتيجة للعوامل البيئية الغير مهاتية وبينظم عملية فتح وغلق صغر وبالتالي بيحمل نبات من التعرض للجفاف نمرة اتنين بيساعد منها على نقل وترحيل المواد القلب وهيدراتية التي تم تصنعها في الأوراق ويوديها إلى السمار إذن هو يحسن حجم وطعم ولون السمار لبالبوتاسيوم مسؤول عن تحسين حجم وطعم ولون السمار ثلاثة بيزيد البوتاسيوم من مقاومة النبات للسقية والأمراض الفطرية لأنه يزيد سمك طبقة الكيوتيكل وبالتالي يحمي نبات من هذه الظروف الغير مواتية هنطلع الفاصل ونرجع بقى أحكي لكم عن حكاية الاني بيكيه لأن قطر عنها كلام جدا جدا في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ننتظرونا لأنها معلومة مهمة جدا إيه بقى حكاية الاني بيكيه حضرتك لما بتشتكي على وسائل التواصل الاجتماعي من مثلا عندك فيه مشكلة في نمو نبات معين أو فيه ضعف في التزهير بيقولك على طول حط معلقة اني بيكيه معلقة شاية للنبات هو كده عمل زي بالزبط بالطبيب غير المتخصص ورايح دماغه قالك خد حاجة مسكنة وحاجة مضضحة وحاجة مش عارف ايه ايه بقى حكاية الاني بيكيه احنا قلنا فيه كلامنا اللي فات اني يعني نتروجين وبيه يعني فوسفور ووكيه يعني بوتاسيوم فانا عايز ألخص لك كل ده في الرسمة القدام منك ايه دي حكاية الاني بيكيه لو انا عايز أخلي نبات القوي وأزود نمو خضري أوراق وفروع هاهتم بعنصر النيتروجين لو انا عايز أحصل على نمو الجزر القوي وده خصوصا في المراحل الأولى من نمو النبات او لو انا عايز أحصل على تنزيير قوي هعمل ايه اهتم بعنصر الفوسفور بي لو انا بقى عايز أحاسم من حجم ولون وطعم السمار وطبع ان ده يكون في الفكهة او في الخضار هاهتم بعنصر ايه الكيه اللي هو البوتاسيوم ازا ايه دي حكاية الاني بيكيه يبقى هنا اتعلمت ان انا انت استخدم النيتروجين انت استخدم الفوسفور انت استخدم البوتاسيوم لو انا فهمت كده ممكن احط كل عنصر من عصر طولهم فارد مش لازم اني بيكيه لان الاني بيكيه غالي الاسمار الوحادية اللي هي النيتروجين لوحده فوسفور لوحده بيتتميز بانها رخيصة السمن بكده نكون ان هنا الفيديو بتاع النهاردة شكرا لحضراتكم لحسن المشاهدة والاستماع ومع وعد باكمال الكورس الاسميدة والتسميد في فيديوهات اخرى ان شاء الله مع خالص تحياتي